ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد عز العرب الخبير في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد يعني ما الذي تحمله تصريحات جرقاش هل يمكن وصفها بأنها تصريحات أم اتهامات أم تهديدات مبطنة تشمل كل ما سبق حضرتك مقالتي يعني من الواضح أنها تحمل في جزء منها تحديد الموقف الإماراتي اللي هو الداعي عن الموقف السعودي المتفق مع الجانب الأمريكي فيما يخص أن السبب الذي قالت إليه الأوضاع في المنطقة هو نتيجة السياسات الإيرانية ونلاحظ أن التصريحات السيدة دكتور أنور كرقاش تلتقي مع بعض التصريحات الأمريكية التي قيلت في وسائل الإعلام الدولية وهي أن إيران تتسرب باعتبارها دولة سورية وليست باعتبارها دولة طبيعية تريد أن تكون لديها اليد الطولي من شأن صارت التوتر وعدم الاستقرار الإقليمي كما أنها تحمل اتهام محدد على الرغم من أن التحقيقات لم تنتهي إلا أن الأزمة أيضا كما قال السيد قرقاش لا تنتهي بانتهاء هذه التحقيقات ومن الواضح أن الترجحات تشير إلى أن إيران أو أحد وكاليها سواء كان بعض القراصنة في حالة قراصنة التابعة للحرس السوري الإيراني في استهداف أربع صفن إمراتية منها نقلتين لسعوديتين أو حتى ميليشيا الحوصي بحكم القوار الجغرافي واستهداف ميليشيا الحوصي عبر الطائرات بدون طيارة التي تم استخدامها من طهران على نحو أدى إلى بعض الأضرار التخربية وفي نفس الوقت هناك أيضا إشارات للرسائل المحددة وهي أن دول الخليج ليست بمفردها وهنا أريد أن أوضح أن زيارة الولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زيد النهيان إلى القاهرة جزء منها للتباحث في شؤون إقليمية متعددة والتي جاءت أيضا في صياق مداخلة السيد أنور قرقاش مع الصحافيين تطرق لبعض الأسانات المرتبطة بليبيا المرتبطة في اليامر المرتبطة في قدارة ملسطينية لكن في جزء منها التناغم المصري الإماراتي السعودي حتى أنه صدر بيان عن وزارة الخارجية أمس يشير إلى أن مصر دكتور محمد هذا ما أرغب في التساؤل عنه دور مصر في هذه المرحلة كركيزة أساسية بالفعل ومهتمة جدا بما تشهد منطقة الخليج أولا إن حدث وهو سوناريو أستبعده بدرجة كبيرة أن يحدث انزلاق لعمل عسكري من جانب الولايات المتحدة ضد إيران ورد إيراني لبعض المصالح الأمريكية أو بعض المصالح الخليجية سوف تكون هناك اختبار حاسم لما سبق أن أكد عليه سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسألة مسافة السكة ولسيما أنه هناك اعتداء مباشر على أبرز حلفاء القاهرة خلال السنوات القليلة الماضية وهنا نتحدث عن وجود ربما وجود عسكري مصري بحري سوف يزداد خلال المرحلة المقبرة بما يحافظ على أمن الخليج وبما يقلل من معدلات حدوث الأعمال التخريبية التي حدثت في الأيام السلاس الماضية وبما يحافظ على حركة الملاحة البحرية لأن من الواضح أن إيران التصريحتها التي تشير فيها إلى عرقلة حركة الملاحة سواء فيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز لا تستطيع أن تنفذها وأنا ما تستطيع كما تبرع دائما في تحريك بعض عملائها وميليشياتها المسلحة لإصابة بعض الأهداف وإن كانت الحمد لله إصابات محدودة وقابل للسيطرة عليها نعم إذن دكتور محمد عز العرب الخبير عدف إلى ذلك هناك أيضا أدوار أشكرك دكتور محمد عز العرب الخبير في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية شكرا جزيلا لك